الله يسعد أيامكم وكل وقاتكم بكل خير ورجعت لكم من جديد بقصة جديدة بس قبل لا أبدأ بقصتي لا تنسوا تشتركوا بقناتي إذا كنتوا جديدين ولا تنسوا تحطوني لايكات كثيرة وتكتبوني كومنتات زميلة زيكم وعشان لا أطول عليكم رحضكم أساميكم بنهاية القصة ولا تنسوا تصلوا على النبي اللهم صلي وسلم عليك ويلا نبدأ بقصتنا تقول صاحبة القصة أمي من فئة الصم والبكم ونحبها ونفتخر فيها هي اللي ربتنا وتعبت علينا وسهرت على راحتنا وإحنا تعلمنا لغة الإشارة عشان نفهمها وأمي ذكية جدا وتقرأ الشفايف وتفهمنا على طول وإحنا دائم نفتخر فيها وما عمرنا خليناها تحس إنها أقل من غيرها أو إنها مقصرة معانا والموضوع اللي بعلمكم عليه إن أختي خطبوها ناس وهي خاطرها بولدهم مرة لأنها صديقة بنتهم وأمي فرحت فرحة كبيرة ونظفت البيت وطايرة من فرحتها واتفاجأنا باليوم اللي جو يشوفونها فيه أختي متصلة على عمتي تجي عندنا وعمتي جات وما تدري إن في ناس سايين يخطبون وأخذتها أختي للغربة لحالهم وقفلت الباب وطلعت عمتي علينا وإحنا نرتب التمديمات والناس على وصول وعمتي صارخت علينا قالت إنتم موافقين على كلام أختكم قلنا لعمتي أي كلام قالت أختكم تبيني أستقبل الناس وأقول لهم إن أمكم موجودة ومسافرة للخارج تتعالج لأنها متفشلة منها وما تبي الناس يدرون إن أمها بكماء وصماء وأمي كانت جاسة معانا ومثل ما قلت لكم أمي ذكية وتقرى الشفايف وفهمت الكلام كله وراحت غرفتها تبكي وقفلت على نفسها الباب أول مرة نشوف أمي مكسور خاطرها مرة أختي خربت عليها كل فرحتها وإحنا نترجاها تطلع عن الناس وهي بس تبكي المهم عمتي لم لمس الموضوع واستقبلت الناس عشان ما تقتع نصيب أختي وبعد ما راح الناس هاوشت أختي وقالت لأبوي السالفة كاملة واتصلت على خالاتي وقالت لهم وكبرت المشكلة على راس أختي وبصراحة هي تستاهل اللجاها بس أمي من يومها وهي حزينة أمي كانت فرفوشة وتتحرك بالبيت مثل الفراشة ومن يومها المشكلة وهي أغلب وقتها بغرفتها أو بتصار الجلسة وسرحان وتفكر وأختي مو راضية تعتذن منها والطيب خاطرها ما أدري كيف نتصرف معاها وإلى هنا تنتهي قصتنا لليوم ما أقول إلا خسارة التسعة الشهور فيها من جد فيه ناس ما يستاهلوا القصة الثانية تقول صاحبة القصة أنا زوجي وحيد أمه وأبوه متوفره ست سنوات وأنا معايا بنات وعيان وتعودنا كل عيد نروح نعيد عند أهلي ويرجع بيتها الرابع للعيد وأم زوجي مثلنا كل عيد تطلع معانا وتروح بيت أختها وتعيد مع أختها وعيال أخوانها وقريبها لكن هذه السنة أختها توفت الله يرحمها وأم زوجي طلبتني هذه المرة نجلس أنا وأولادي ونعيد معاها قالت يا بنتي لا تتركوني وتفضون البيت علي أنا أهلي بنفس منطقتي وأحب عيدهم مرة وأحب أتعيد معاهم دائم فحطتني بموقف محير مرة ما أدري كيف أشوف السنابات أهلي متجمعين وأخواني جايين من مناطق ثاني دواماتهم هناك وما يتجمعون إلا بالسنة مرة وأنا موجودة بنفس المنطقة وما رحت معاهم ودي أقولها بطريقة حلوة أني أبي أعيد أنا وعيالي مع أهلي نفس عادة كل سنة وهي عيال أخوانها وبنات أختها بيجون عندها ثالث أيام العيد وبتفرح معاهم يومين الحين ما أدري كيف أقولها بدون لأكسر خاطرها مسكينة هي تجهز البيت لعيالي وعيالي تحمسوا يعيدوا مع جددهم وهي تحبني وأنا أحبها بس يا جماعة عيد الأهل غير والأعمار بيد الله ما تضمنينهم كل سنة وما أدري كيف أمهد الموضوع لعيالي ولها إننا بنعيد مع أهلي أقل شي نعيد معاهم اليوم الأول ونرجع عندها ثاني يوم الحين أنا محتارة مرة ما أدري كيف أفتحها بالموضوع وإلى هنا انتهت قصتنا لليوم ويا أهلين فيكم نرجس من العراق نبراس من السعودية فاطمة من العراق عايشة من ليبيا وإذا عجبتكم القصة لا تنسوا تضغط زر اللايك واشتركوا بالقناة وانتظروني بقصة جديدة اشتركوا في القناة